تعلن إدارة الحرس الأميري بشرطة الشارقة إنها ستقوم بتوفير حافلات مكيفة بجانب مصلى الابديع لنقل جموع المعزين ذهابا وإيابا لتقديم واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس اللعلى حاكم الشارقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خالد بن سلطان القاسمي بداية من بعد صلاة العصر غدا الأربعاء وعلى مدال ثلاثة أيام أيام العزاء علما بأنه سيتم يعطاء مستخدمي تلك الحافلات أولوية الدخول لقصر الابديع وذلك منعا لازدحام المركبات وانتظار المعزين لفترات طويلة